احنا حد الحديث بقى يعني واقع غريب جدا قصة غريبة لموضوع واحدة اتجاوزت عرفي واحد واحدة اتجاوزت عرفي هزا قصة حقاية جدا في احدى القرى دي اغرب مثلا حاجة قبلتك اه اغرب حاجة قبلتك اه اغرب قصة قبلتنا بسوا في احدى القرى فد اهلية طيب مش اقول اسم القرى ولا الاسم للنسية اتزوجوا الاثنين بدون علم الاهل حصلة بينهم خلافات تمام الزوجة بقت حامل من الزوج لازم لاش لازم فرح خطبها رسمي وتزوجها رسمي طبعا كتبوا الكتاب مثلا كتبوا عقد الزواج واحد واحد سنة 2021 وهم مثلا متجاوزين قبل كده اه لا كتبوا ورقة العرفية واحد واحد 2021 2021 محايد شرفن يا حامل غير الاثنين يعني هما كتبوا عشان هي حملت بالزبط يعني اللي الشاهد عليه وطبعا ربنا ربنا سبحانه وتعالى وهم الاثنين اللي عارتين النوضوع راح تقدم لها تزوجها في واحد خمسة او واحد اربعة 2021 تمام كده وبدأوا عند كتب الكتاب بيانوا ان للأب والأم يعني حماو حمايته يعني احنا كنا متجاوزين عرفي وقادي الورقتين اللي كنا متجاوزين بيوك راحوا عند احد الاشخاص يعني داعي تذكر اسمه يعني كمحامي او مهندس او اي حاجة لا لا ازاي احنا نقطع الورقتين ونكتب حادي جاوز وتقطعوا الورقتين اللي هما بيثبته ان هي حامل لا اللي هي متزوجة ان هي متزوجة من تاريخ محادي شعرف حامل من قبل تاريخ الحامل بتاعها بالظبط كده على معتقد كده اه اه يعني محادي شعرف خالص غير الزوج والزوجة بس اه اه الزوج طبعا حاصل خلافات ما بيحصل بقى مؤخر وعيمة والكلام لحدك قال له حاضر راح الزوج كتب كتابه وجيه قلت الدخلة قال لحما بنتك حامل فاربع شهور ازاي قال له كتب يا ابن ازاي ده قال له يفنب كتب تحامل منك لا معرفش عنها حاجة طبعا البنت حكت لباباها ان هما كان داعوزين قال له ايه اللي يزبت ايه اللي يزبت ان هي كانت زوجت حاملهم قطعوا الوراق اللي هو يزبط تاريخ الجواز اللي هي حملت بعده يعني طب أسطر عليها على بقى الشغل ده الكلام ده اللي هو المتكلم بالبلد يعني عشان الناس بس توصل لفكرة للناس إننا ما فيش حاجة اسمها قطع ورقها معاكي ورقة تحفظي عليها حفظ عليها لحد إن فيه إجراءات قانونية بتحل في حالة فك الجواز العرف طبعا الأب بقى قاعد يسحل على الزوج طب يعمل تنازلات يعمل كذا كذا لحد ما فيها خلاص اقتنع وكذا بتنازلها تنازل على الأيمة وتنازل على المؤخرة وتنازل عن كل حاجة عشان في سبيل إن هي تسجل الزوجة اللي بتطلع بعد الزواج اللي عرف فيها بتبقى ليها عدة؟ ليها عدة عدة زيها زي اختلف العلماء فيها ما ما عايز أسأل في الحتة قالك شهر أو تلت شهور والراجع إن هو تلت شهور زي الخلع بالضبط تمام بس نكمل النقطة صدا طيب أنا دلوقتي معايا ورقة وصلوا لإيه بقى في الحل المشكلة دي؟ خلاص ارتضوا الموضوع وده تنازل وده تنازل في الموضوع ولكن طب إيه اللي كان الصح نوعية تعمل بقى في الموضوع ده؟ إيه؟ إن إحنا كنا هنأخذ الورقة العرفة دي ونعمل عليها التصديق من المحكمة؟ من المحكمة نرفع تسمها تصديق على الورقة العرفية لتصبح رسمية أول إيه الفائل من ورقة العرفية والورقة الرسمية بصفة عامة؟ إن ورقة العرفية مش علاها ختم الجمهورية إن ختم النصر الورقة الرسمية على ختم النصر ده الفرق فعلا؟ ده الفرق بينهم تحتها إجراءات طويلة أي إن كنت معقدة أو سهلة طب البنود اللي بتبقى تحتها دي بتبقى لصالح الزوجة ولا بتبقى بنود تنص لصالح التوافين؟ اللي ما بيطلع العقد العرفي ينقلب إلى رسم اللي هو عن طريق التصديق بيبقى طالع عن طريق قسيمة اسمها قسيمة تصديق على ورقة عرفية ده ده لو الزوج طلح كويس وأعلن والله يطلع كويس مطلعش كويس إن أنا لمعاي الورقة خلاص ده توقيع معاي الورقة خلاص يبقى هو إيه مطالب بيها لكنها ملاش حقوق أنا أسمعني ملاش حقوق في الميروس ملاش حقوق نفن ولا مؤخرة ولا نفقة ولا نفقة متعة ولا عدة ولا أيما ولا أي حاجة إلا إذا كانت معاها وصولات بتثبت حقها لا وصولات دي برضو مدني ما هي دي دي بتشتكي بقى تبقى خارج في المحكمة إلا إذا أثبتنا أني كان فيه علاقة الزوج والقاضي طلع إن فيه علاقة زواج القاضي إيه طلع حكم محكمة إن فيه علاقة الزوج بين الزوج والزوج خلاص إذا أثبت زيك باز يترتب علي كل الحقوق لكن اترفضت الدعوة يعتبر كده خلاص الموضوع انتهى بينه إنه هو بيجي يسأل الزوج دي زوجتك أو كلم الزوجتك أو كلم الزوجتك توقيعك أو كلمش توقيعك أو كلمش توقيعك فإذا الموضوع شائق في الموضوع العرفي في إثبتاته هو سهل إنه نكتب ورقة لكن لما يجي أثبت حق الزوجتك لما يجي أثبت الحق ما بيبقاش بالسهولة دي سأقوم بنا نعمل أي قرار أو أي حاجة لازم نفكر بقرة لازم نكون عارفين العواقب بتاعته اللي هي إيه هتعود علينا بعدها ترجمة نانسي قنقر